اشتركوا في القناة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة في بعض الأحيان فيه خطايا مش قادر تبطلها وفيه أخطاء عمال تخطئها بالسبب أن فيه تجميعة أفكار في ذهنك ممكن تكون حاجات في الظاهر من هجعوا بعض لو أنت بتفرق معك كرامتك وتفرق معك أن جسدك ينال ما يريده دي الوحديه ممكن تخليك تاخد قرار غلط في شغلك وأنت مش عارف أن دي لها دعوة دي ومن هنا عم تقول يا رب ليه بيحصل معي كده أنك لم تضع مبادئ لم تضع خطوط حمراء زي ما درسنا قبل كده الأيام اللي فاتت والمرات اللي فاتت أنت المفروض فضل الرفع فضل القوة لكن للأسف مش قادر تستفيد رغم أنك أنت البكر بتاعي ليه؟ لأنك لم تضع مبادئ لم تضع خطوط حمراء لحياتك نفس الفكرة دي روح قدس بيحمينا حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك أي جوة فهم شخصيتك معنى كلمة في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب معنى كده في اللحظة دي يهوزة لسه رايح يتقابل ياخد العساكر عشان يتقبض على يسوع رب يسوع سمى أنه خلاص هلك الهلاك بدأ يفعل مفعوله في يهوزة رسخريتي خلاص ولم يهلك مش سا يهلك خلاص طالما فتح زهنه لإبليس صار في وضعية الهلاك لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن فأني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم لكلهم فرحي كاملا فيهم أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير يسوع صلى الصلوة دي من حوالي ألفين سنة ودي سارية المفعول دي سارية المفعول أنا مش محتاج أوصي الله علي زيادة أنا مش محتاج ألفة انتباهه عبر أن أنا أعمل شيء زيادة عشان يتحرك كده ويحمين الكتاب يوضح أني أنا مش محتاج توصيات للحماية يبقى حاجة واحدة أني أمشي على التعليمات بتاعته أفهم هو عايز إيه هو عايز إيه إذا كنت بتتحرك بالجسد في حياتك وما يمليع عليك جسدك أنت بتحط نفسك تحت إيدين إبليس افتح معي كرونسوس الثانية اتنين في علاقة وما بين سلوكك وما بين أنك بتفتح المجال لإبليس كرونسوس الثانية اتنين معدد خمسة عشان نفهمها بالنسبة كبيرة هنا بتكلم عن زاني كرونسوس كرونسوس هو خمسة بتكلم عن شخص كان مستبيح في الخطية فأصدر قضاء عليه معظم المراجع بتؤكد أنه ده نفس الشخص اللي جايب سيرته هنا في كرونسوس الثاني ولكن إن كان أحد كرونسوس الثانية اتنين وعندد خمسة ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزن بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين بيتكلم عن هذا الشخص اللي هو أصدر عليه قضاء في كرونسوس لخمسة حتى تكونوا بالعكس تسمحونه بالحري وتعزونه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرد لذلك أطلب أن تفعلوا وتمكنوا له المحبة لأنه لهذا كتب لكي أعرف تسكيتكم أريد أن أرى أن تسمعوا الكلام هل أنتم تقعون في كل شيء الذي تسمحونه بشيء فأنا أيضا لأنني أنا ما سمحت به إن كنتم قد سمحت بشيء فمن أجلكم وأنا في حضور المسيح لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره لألا يطمع فينا الشيطان عدم السلوك بالمحبة إن أنا أقلوه من الناس يطمع الشيطان فيه شايف؟ في حاجات أنت معتقد أن الحماية الإلهية حاجة بتحصل وكأنك ماشي تحت الشجرة وقعد عليك السمرة وخلصنا على كده هتحصل لو هو عايز هو هيعملها لا مش بتبقى بالصورة دي في حاجات أنا اللي بسمح لإبليس رغم أن رب يسوع صلى وقال من أجل الحماية والأمر ده خلاص تام والملائكة في الحال تحركت لحماية كل الأشخاص من اللحظة دي لحماية الأشخاص وهي اللي بتساعد على انتشار الإنجيل لكن ما لم أنا أفهم دو ولم أفهم الطريقة بتاعته لكل موقف في طريقة حماية لكل موقف في طريقة رغم أن العالم بره ممكن يكون مش شايفها خطر لكن هي روح القدس عارف إيه لها يحصل في وقت 11 سبتمبر كان فيه خادم قاعد في الفندق اللي في وش البرجين فيه فندق في الوش بالزبطة ديه شارع مسافة من هنا الحيطة الهناك أو أوسع شوية وهو قاعد جات الطيارة الليقول ضربت البرج رح نداء في كل الفندق لسه المبنى ما أقعش الأوليني والتاني لسه فجي النداء في الفندق هو كان طالع بياخد شوارفة يمسح شعره كده وبص وهو الإزاز فهو شايف المبنى اللي في وشه فمستغرب طيارة دخلت في المبنى هو مش فهم حاجة فروح بس سمع نداء في كل الفندق ما حدش تحرك من المكان وده بس دي حادثة ما حدش يعرف إن المبنى هينهار ولا هيحصل هيسمع في الشارع اللي حواليه في الوقت ده وهو قاعد دخل الملاك شده سحبه طلعه في الشارع بره لففه الشارع لبعضه واختفى الناس كلها بتقول قعد ما تخافش الناس شايفة الموقف حاصل بالمنظر ده وعادي الحاجة هتعدي ما يعرفوش إن دي حاجة بعدها كل المباني دي هتتأثر والضحايا مش بس في المبنى في المبنى اللي حواليه في أوقات الناس بتشوف الحاجة بتعتقد إن هي سليمة ومش هيحصل حاجة يجي رحكوس يقولك احذر لو استدعى الأمر إن يحصل تدخل ملائكي هيحصل إزاي أنا أتحط في الوضعية دي إزاي أشغل عالم الروح في صفي لأن في ناس بتشغل عالم الروح ضدها مارو باسكريس قال جملة العالم الروح عمل زي بزبط لو أنت داخل قوضة ضلمة ومش عارف كويس جداً إيه اللي بيحصل فيها هتتخبط فهو خشن خشن الغلطة فيه ممكن تطيرك لو أنت مش فاهم مبادئ العالم الروح صح لأن يوجد من يريد أن يطمع فيك يريد أن يبتلعك مش معنى كده الإبليس قوي ما أضعفه حاجة واحدة بس هي اللي تخليك حاجة واحدة بس تخليك تقدر تتعامل مع عالم الروح هي النور بتاع الكلمة في القوضة دي نور الكلمة هي اللي تخليه هو اللي يخليك تستنير وتفهم وترى المواقف وتعرف كويس جداً أين الخطر أين الصح أين الغلط تتصرف إزاي دي الحماية الإلهية عشان كده إذا كنت فاكر الحماية الإلهية عبارة عن حاجة بتحصل بصورة تلقائية ده غير كتابة هننشوف تعريف الحماية الإلهية حسب قواميس الكتاب المؤدس وحسب المراجع لما نيجي نقول تعريف تعريف يختلف عن معنى خلن نفهمها أكتر التعريف هو التعريف هو أعطاء الاستخدام اللفظي للحاجة دي لو أنا جيت قلت عربية معناها بالإنجليش كار عربية ده معنى لكن التعريف هو إنها قالة بتوصل الناس بتوصل الشخص للتعريف لو أنا وقفت عند المعنى ممكن بفهم موش كويس عشكاة التعريف بيجي من استعمال الشيء طريقة الاستعمال عشكاة التعريف يختلف عن المعنى خلينا نشوف إيه هي معنى كلمة حماية حماية معناها الاحتفاظ بي الاستمرارية الصيانة عدم السماح بالزهاب وعدم السماح بالدخول بمعنى لن أسمح أني أنا حياة تضيع تذهب ولن أسمح بأن الشيء سيء يحصل معايا ويغلبني هيحصل أمور سيئة في حياتك ده طبيعي لكن إنك أنت تسمح أن دي تغلبك ده مش طبيعي شكرا فيه فرق ما بين الحماية ليست قدرة على احتمال المشكلة ربنا هيحميني يحمي نفسيتي ويحافظ على مشكلة زي ما هي قعدة ويدينا القوة في نفسيتي بس المشكلة هتبقى قعدة زي ما هي دي مش حماية يختلف الوضع وقواعد في موضوع الاتهاض واللي بيسميه الكتاب الاتهاض مش اللي أنت بتسميه الاتهاض إذا كان اسلوبك خشن في الشغل إذا كنت بتعامل مع ناس باسلوب سيء وبتتعامل مع الذين هون في منصب بصورة سيئة متوقع أنك تعامل باسلوب جيد أعرف كويس جدا لمش حماية لا تطلب شيء يحدث ولا معجزات تحصل في حياتك وإنت اسلوبك سيء وبالتالي في فرق ما بين أني أنا بتحرك بصورة سليمة ويحصل ألم من أجل الإنجيل تحت مسمى يسوع وليس تحت أي مسمى أنت بتفكر الاتهاض بعض الناس بيعتقدوا أنه ده الاتهاض لأ ده مش الاتهاض عشان كده في فرق ما بين ده ما بين أنك أنت بتمشي باستقامة وماشي صح وواضح في يسوع ويوجد إعلان عن يسوع بصورة واضحة في حياتك وتتكلم عنه فتعامل بالضد ده تختلف تختلف عنك عايش حياتك عادي جدا وناس بتستعندك لا ده أرواح شريرة ده مش الاتهاض فرق ما بين ده وده عشان بعض الناس بيعتقدوا ده الاتهاض لا خلينا نفهم أو تعصف أو أي مسمى بسمي افهم اللي اللي أنت رحبت به في حياتك ليس طبيعي ويوجد حلول إلهية لو أنت فهمت المبادئ الكتابية صح نكمل للتعريف لا تسمح بالذهب ولا تسمح بالدخول فيش حاجة تضيع منك فيش حاجة تدخل عليك زئب يدخل في حياتك مشكلة تبتدي تسبب لك مش هيك اطعام من ضمن معاني الحماية هي اطعام ليه لإني حماية الغنم هو اطعامهم مش بس حمايتهم من الخطر من ضمن استعمالات الحراسة لشعب الرب هو اطعامهم بالكلمة هي دي الحماية ليس بس ان في لمسة الهية وان في حماية الهية بس هي قوة روحية تحميك وتحفظك داخليا وخارجيا روحا ونفسا وجسدا هي ايدي الله شخصيا لحمايتك حط تحتها اي حاجة ان تستغل يحميك انك تستغل يحميك وانت نايم من الارق يحميك وانت نايم من الاحلام السيئة افهم الفكر الالهي صح افتح معي امثال ثلاثة مش طبيعي انك تنزعج وانت نايم عدد 13 توبر الإنسان الذي يجد الحكمة ورجل الذي ينال الفهم لأن تجارتها خير من تجارة الفضة ورفحها خير من الذهب الخالص كلمة الحكمة هنية الكلمة فكرة الله يعني هي أثما من اللقالق وكل جواهرك لا تسويها في يمينها طول الأيام وفي يسارها الغنى والمجد كلمة تضمن لك أن تحيا حياة صح طرقها طرق نعم مرينا بنعم وكل مسالكها شلوم شلوم معناها حماية خلاص بكل معني سلام داخلي معناها حرية كل الطريق بتاعها مليان سلام هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط أو هنيئا له أو مبارك الترجمة الأدق لكلمة توبة هي مبارك الرب بالحكمة أسس الأرض أساسا أثبت السمات بالفهم معناك كده عشان أتعامل مع الأرض ومع السماء أقدر أتعامل بالحكمة اللي هي داي أي ظروف الحياة جوة الحكمة بعلمه إن شقت اللجج وتقتر السحاب ندع يا ابني لا تبرح هذه من عينيك اللي هي الكلمة احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر رجلك دايما تمشي في أمان رجليك لا يمكن أن هي تنزلق ولا يمكن أن تتعثر إذا تجعت فلا تخاف بل تترجع ويلذ نومك لا تخشى من خوف باغت لفظ هنا اللي هو panic attack أو المرض اللي الطبي بيسميه مرض هو أرواح الخوف المباغت والرعب المباغت فجأة تلاقي جالك خوف حاجة كده طبقت عليك يكتب يقول السبب أن هذا يحصل معك أن الكلمة لسه في الزوايا التي حاربت فيها بالأفكار الخوف جاء نتيجة أنك ليس مليان بالكلمة تجاه الزوايا ممكن تكون مليان بالكلمة تجاه زوايا تانية ممكن تكون عارف أنك رايح السماء ضامن أبديتك معظم الناس معظم الأجيال التي تتعدد على تعليم يوثق ويقوي ضمان الأبدية ولا يوثق ولا يقوي ضمان الحياة على الأرض بصورة سليمة ومن هنا المؤمنين وقعوا أجيال وقعوا لا تكون حياتك لعبة في إدن إبليس حتى النوم ربي بيهتم به لو أنت أخذت الكلمة تنام حتى لو الظروف بتحصل إزاي أنت بتنام عادي جدا ولا تخشى من خوف مباغة ولا تخشى من رعب ولا تخشى من أنك أنت تتوقع توقعات سلبية ولا لما التليفون بيراني تبقى مش عارف يا ترى خبر موت ولا لأ مش دي طريقة التفكير الكتابية السليمة لو أنت زهنك مليان بالحق الكتابي مش تبقى في الحالة دي ويوجد مطارد وانت مش عارف في إيه في حاجة في حاجة مرعبة تمستنية متوقعها في حاجة وأول ما بتحصل حاجة أي من ده لانا كنت متوقع وده لانا كنت مستني ليه توقعات مرسومة في السلبي لانا الكلمة مش هي اللي رسمت تفكيرك الحياة غامضة عاملة زي بظبطك إنك في حاجة ضلمة مش عارف مش عارف رايح فين وجاي منين مش عارف حتى كلماتك طول وقت مش عارف مش عارف مش فاهم مش عارف مش عارف مش فاهم ففعلا رسمت حياتك إنك مش عارف حيني كان بتقوله نحن نعلم نحن نعرف نحن متوقعينين أن كل الأشياء بتعمل معنا ده أمر منتهي كل الأشياء بتعمل معنا للخير فمن هنا الحماية اللي هي من الخوف من القلق تحمي حتى الطريق بتاعك ما فوش خشونة ما فوش تعب مش معنا كده مش هتواجه مش هتواجه بس تنتصر عليها لا تخشى من خوف وباغط ولا من خراب الأشار إذا جاء لأنك تسلك بالبرج وبعض الترجم لأن ربي يكون معتمدك ويصون رجلك يحميك من أنك أنت تأخذ حتى لو عملين فخ تبقى أنت ونتأخذش فيه حتى لو عملين خد عليك تميزها قبل ما تدخل فيها فبعض الأحيان روح القدس وهنا ده هندرسه المرات اللي جاي عن الحمال الإلهية فبعض الأحيان روح القدس يقولك أوكي سيب الشر يصفي بعضه أنت قضاء في المكان فتبقى أنت تياروك من الشركة وتياروك من الشغل هما فاكرين كده أنك أنت المشكلة وأنك أنت بعد ما تخرج من المكان هما هيستريح ولا يعلموا أن الملح بتاع المكان تشال فيفاجأوا أن الدنيا بتنهار في الظاهر لو أنت مش مميز فكرة لاتفتك أنك الترطب من شغلك وأنت لو فاهم الكلمة تعرف روح القدس طالما ما قال ليش خلي بالك أنا ماشي في السليم كله بيعمل خيري لأنه ما فاهم كويس جدا بعمل إيه ففي اللحظة تعرف كويس جدا أنك أنت قضاء لهذا المكان نزع النور من المكان اللي هو أنت علشان المكان دو عليه قضاء هذه هي الطريقة أنت لا تعلم الفكر الإلهي في طرق إلهية أهم حاجة أنت تبقى فاهم وماشي مع روح القدس أول من رب ظهر لبوليس شاول قال له هتقف في صد ملوك وتكرز بإسمي للوهلة الأولى نعتقد أن بوليس هيشتغل في قصر ملكي ويبقى سفير نحن نعرفش القصة ما نعرفش والأخص هو شخص واصل يبقى واضح أن بوليس يشتغل منصب سياسي رائع جدا وهيبقى بيرسل من الإمبراطور عشان يبقى ترساله في نص يكرز يكرز في نص ونفاجأ بالسيناريو الثاني أن شاول بيروح يقف كمزنب أمام الملوك هي دي تحقيق أن بوليس يسوع لها ها بس جواه مش محروق مش بتدايق لأنه يعلم كويس جدا أن الكرامة بتاعته مش جاية من منصب هنا تفهم دوا ومن هنا حصل الخلط ما بين اللي الناس فكرة حلو اللهم يكون مش شايفوا حلو بالسبب تفسيرات الشواهد الكتابية بصورة مش صحة نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أوس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر